موسيقى إذا حلقة جديدة ندخلها مباشرة مع محمد الروحلي نزل من الطيارة نعم نزلت باقي ما نزلت باقي في طيارة إذا عندما وصلت إلى سنغافور سنغافورة ثمانية الساعات باش نقوم شدي الحساب مع المتتابعي الكرام أن كازا أبوضابي ثمانية أبوضابي البحرين ساعة هي تسعود وأبوضابي البحرين سنغافور ثمانية وسنغافور سيدني ثمانية هي في مجموخة ٥٢ ساعة الطيارة أصعب فيها اللي كانت متتالية نزلنا في سنغافور قفنا واحد المدة ثمانية في ثمانية ساعة يعني واحد يعني رحلة صعبة صعبة جدا وباقي كنتذكر كنتم معنا المنتخب الجورجي جورجيا وكان عندهم ذوك أبطال المسابقات التقنية كانوا صحاح صعبة صعبة لديهم وكانت صوت رحلة كلها يضر وانناس مناسة وسترس وقلة النوم يضر بواحد الصوت فقد نضرت وقت وعشرين والتلاتين يقولوا وبارك اسكت لنا عنده واحد الصوت يعني باقي كنتذكر وباقي كنتذكر بان لناجي ولبن شريف ولأصدقاء أعزاء اللي كنا في رحلة كنتذكر وبمرة ما كنتذكر هاد الصوت يعني مزعيج صراحة نزلنا في سيدني مع كنتذكر مع الخمسة اللاشية معنا كنتذكر لجوغغ لأننا منتنا 11 ساعة يعني كنتختالت عليك الأمور نزلنا وباقي كنتذكر معنا نزلنا في المطار كانوا تلقى لنا شي وحدين كنتذكر باصير بشي في حالو صلاح بدينا باصير كان باصير مع المتخب الأولمبي ومع المدرنين بالمرقم الخيدر كانوا قال لي المشكل كيفاش طردوهم بشي في حالو معنا باصير كان معول علي بأنه يعطوا هاد إضافة لديك المتخب مالك المنتخب نحن مشينا مشينا لواحد المنطقة اللي كانوا ريزيروفيها ريزيرفاسيون ديال الصحفيين في الوطيل على ذي كان أنا ما ريزيرفيتش الوطيل هنا كان عدي اتصاب قبل من رحلة هنا كان عديك رحلة أنا خصيك تأخذ الباج خصيك تمول وخصيك الإقامة فهنا كنت تصلت مع مغريبي والدرب ركت عرف والبرنوسي عبد الرحمن غاشي اللي كان العفراشة البرنوسي وكان مشي للسعودية ومالسعودية دازلت سيدني وكي خدمت المكعدة ووضع اجتماعي مستوى كي يخدم النوطير تصلت بي قبل ممشي عن طريق نقول الحقيقة عن طريق اللي كان صديق ديله أكثر مني هو المصور بشواري سح من المشواري مصور عايت لي قليا روحي قليا نعرفه قليا 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 قال الله مرحبا الله ودي فالقيته في مطار يتسنى فيه مني عن الكلمة لأنه كبلي كنت غادي في الطائرة لدارة قلت جاء البوزرائي لكن واحد ترغيت سناني قليا ودي أقل عليك منكم من أستراليا فات فاجئ جاء باقي عاقل سيارة كحلة مستوى معاها واحد صديقة ديلة باقي معا تزوج ومشيت معا قليا بالحرف تضغط وقالي بوحدك أي واحد من الإخوان بغي يجي سكن معا مرحبا بي صوب لي يا كلي يعني متطور باقي عاقل عن تقريبا تلت ثلاث درهم لكل كلي لأنه ودي فيه سيكوريتي في كل شي اللي هي هالنسخة لك وشوف الأصدقاء ديالك فعرضت للفكرة عالمية إخوان تقريبا نفضلوا بقوام جمعية وكان ملحص لحد أنه اللي كنت قريب اليوم كان اللوطي الكنكروس واللي كان عرف أستراليا واللي كان عرف سيدني كان عرف كينكروس واحد منطقة يعني فهر رواج بزرش وسكنو خادوا واحد اللوطي التماء كان تكوتزوا باللي شامرة بينتهم وأنا كنت كان نود كان دير استعداد ديالي ديال الصباح وكان نجيب وكان نفطر معهم وكان ناخده وكان ناخده الرافات أنا ديالي كان غاشي أنا ما زال أدرجم في إطار الحلقات والسلسلة كفيتو أنا اسمح لي باش نذكر واحد القادية وأنا قلت بين النارة كنا اهضرنا إلى قبل أنني غادي نهضر الزاف على المواطنين البغارباء اللي كنا في المجمعة ديالدون كثيرا 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 بدون مقابل يعني حبا وطواعية كما كنقوله ورغبة في تقديم خدمة للصحفيين و للرياضيين صحيح كان بعض النماذج من بعض الصحفيين وبعض الرياضي كيستغلوا هذك الطيبوبة ديالدوك الناس صراحة هذي كانت توقع وكانت وقعت بعض المشاكب لما نرجعوليها هذا الناس ما منتدب استقريتي استقريت هذي غاشي اللي كان قدموني التحياة طبعا الحال نتمنى يكون يتبع هذ الحلقات لا لغا يتبع وراول الدربان ينسف طولي الحلقات إلا ما بتبعش بها فالحال كان باقي كان بذكر كان تعامل راقي إنساني وحضني وحضني تقصي بحضاري ومرة مرة يقولي الإخوان ديالك اليوم عندي غن العشساري للأشاق مثلا وكيخرجهم كيفرح بيهم وكيبيلهم كيبيلك واحد تلقى واحد النبل في الأخلاق وفي التعامل يعني بصراحة كيقول لهم هاكدك انت مو الولاد البرنوسي دينا دينا الريح دينا الريح دينا الريح صبحت الحال كانت يعني دوراء يعني أكبر الدورات والأنجح الدورات في حياتي لن بعد رادي نشوف تالدورة دي الريو جانيرو إن شاء الله نستعدو إلى كتاب لكن قولك من ناشت رحلت كل دورات الأولمبية وحنا الآن كنستعدو إن شاء الله إلى كتاب وننذيرو الدورة ديال توكيو السادسة في مشوار ديال إن شاء الله قلت بينا أستراليا قدمت نسخة جدا وباقي نقال كان عدم جوج تريادين بارزين كان أينطورب سبح اللي كان بطال وكان برزب بحششك كبير في الدورة وكانت كاتي فريمن كاتي فريمن هذي كانت مختصة في 400 متر حواجز وكانت يوم سكان اللي زابوريجين ديال الأصليين فكان الاعتماد عليها أنها تفوز وباقي كنت تذكر في النهاية دا 400 متر حواجز يعني كانت يعني حضرة 100 ألف ديال الجمهور وكل تيران شاعل كان خاصة تفوز لأنه هو في أبعاد سياسية بزاف ديال أشياء ولاحظت بأن هذي السكان ديال الزابوريجين ديال الأصليين أنهما دول كاتتين مساعدات ولكن بأنه كان هدفه سياسة مور هذيك المساعدات كاتهم لأن الناس ما كنت تشتغلش الناس كلي داخلهم مخدير هذ وربما هذك مخطط باش هذي السكان الأصليين ديال أستراليا أنهما نسمى ديال متقلب لأنه كان عندهم مطاليب وعندهم أقلية اللي كانت طالب على المحوق ديالها يعني شنا واحد مظاهرات تمك بلك لنا استغلوا الألعاب وليم بيك يدافوا على يعني القضيات دينا دينا كانت نقطة أخرى للسلبية اللي أطرات على الوفد خصوصين للألعاب القيوة أنه قبل الدهر إلى أستراليا كان حل مكتب الجامعي دي الألعاب القيوة اللي كان كيترأسوا أنا دك الحاج محمد بن ديوري وتمتعي للجامقة برئاسة محمد بروزان هاد هاد تغيير هاد اللي كان فوجائي أطرع كثيرا لالتركيبة دي الوفد ما شين نفس التماسوك اللي شناه في الدارة دي السمائلة دي السمائلة يعني بان بينها كانت فريقة في الوفد في الإقامة وخفى نفس الفندق ولكن نزابدوان وداودة بوحدهم جروج كانت قادر قادر المسؤول على تدريب القروج و بعض العدائين و كان يشتغل تحت إدارة عز داودا هذا التغيير بان بين القادر قادر باللغة الدارية و هي بنجوه و هي و تتقايا لأن نذكر كل الشي على التوالي دي لاحداث ي opt my friend Shreef تركوا على الإقامة و نرى العدائين لأنها جدت من العداء القيوة لأنهم جدت من العداء القيوة قبل أن نصل لعادة القيوة كان الفريق الوطني دي للكورا كان خسر المقابلة الأولى لم أتذكرش المقابلة الثانية ضد كوريا كانت واحد الدين أخر في أستراليا اسمه أديلايد الإقامة إحنا كنا في سيدني جاء عندي باقي كنتذكر سيم سطافر بضرير اللي كل مرة كنت جاهده في حلقاته وكنت جاهده غير بشيء الإيجابي قال لي روح لي مغت تمشيش قلت له بعيدة سيم سطافر قال لي مشي 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 تنوي مشينا أخذينا الطائرة من المطار لأديلايد تقريبا بساعتين أونس دي الفول كانت المقابلة غا تلعب في الربعة دلعشية ولي مشينا كانت الفول عدنا مرة دلعشية ولكن بلوصنا المطار هذك الرحلة ممكنش فيها بزيف دي الباساجين أجلوا هذك الرحلة دي الربعة وخلوة الكسبة ولعدنا الوقت نزير في المقابلة دي المبارئ اللي كانت ليلية فبقينا في المطار استغليناها باش نكتبوه باش نديرو شي حويج باش نستغلو الوقت وفعلا خذينا الرحلة ونزلت هنا بضري واحد الصورة فائقة خذينا التاكسي ومشينا الملعب اشتغلو الملعب او التاني نخليك في الملعب او التاني حسنا الحلقة الجيئة لأن تشيق ولكن الوقت في وقت دي الحلقة ضيق اذا متابعي قناة الفسبوخ مؤينة في الحلقة القادمة مع صاحبة ريادية محمد الروحلي موسيقى موسيقى